اندريمو بالله دا مصمار سول دير ساكندري ثري ستيودنس ولكم توانيو وبسود الفاينال ريفيجن اهزائي طلب الطلابات السنوية العامة النهاردة معدنا محلقة جديدة محلقة المراجعة نتكلم فيها على الجرامر خاص بالواحدة الخمستاشر اللي هو الفيوتشر باسف بنتكلم بشكل اساسي على الفيوتشر سيمبل والفيوتشر اه بيرفكت الفيوتشر سيمبل اللي اتكلمنا عليه برضو بتفصيل في يونت وان هداج عليه بسرعة كده هنقول الاول فيوتشر سيمبل اللي هو هو والباسف بتاعه هيبقى طب لو يبقى الباسف بتاعه وحنا لسه قيلين ان الباسف في الوحدة اللي فاتت او في الجرامر اللي فات ان الباسف عبرها عن بي وبي بي تمام طب يبقى عندنا يبقى 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 وهكذا طيب بنستخدم والمصدر احنا قلنا قبل كده في البريدكشن اوكي وخصونا مع البرب زي وكما مع مع ادباب زي وكما مع ادباب زي وكما مع فريزز زي اي ام شور واي فير واي واندر اوكي طيب كمان بنستخدمها مع الفيوتشر فاكس الفيوتشر فاكس اللي الحقيقة المستبلة اللي كانت بشكل كبير جدا بتتكلم عن السن بنستخدمها مع القرارات السريعة زي ايه قرارات السريعة لما يقول لك الباب يخبط انا هفتح اوكي بنستخدمها مع حاجات عكس بعضها بقى زي ايه زي والريكوست وبنتكلم بنستخدمها مع والتهديدات الوعود والايه والتهديدات بنستخدمها كمان زي ما اخدنا مع رابط الوقت بعد آآ في قبل رابط الوقت لو الجملة اللي بعد رابط الوقت المضارع بسيط او مضارع تام ونستخدمها في في جملة اف مسلا الحالة الاولى اوكي لو جملة اف مضارع بسيط جملة النتيجة ممكن تكون والو ايه ومصدق كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه بالتفاصيل في الواحدة الاولى اوكي الناس ممكن ترجع للفيديو اللي موجود في الواحدة الاولى تمام يبقى احنا دلوقتي كل اللي محتاجينه هنا بنقول ان دي 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 والبسف بتاعها والبيضان والرائت في والبسف بتاعها طيب نتكلم على درس بسيط خالص الاول الفورم بتاعته عامل ازاي اول حاجة يعني في يعني فيه وتصريف تالي بعد حيجي هاف هي بي مصدر يعني واقع بعد حيجي هاف هو المصدر ما ينفعش وهاز اوكي وبعدها في تصريف تالت يبقى تاني عشان نقطة اللي فاتت دي بنقول في في فيوتشر يبقى في والي طيب وبرفكت يعني هاف وتصريف تالت طب هاف وهاز وتصريف تالت ولا هاد وتصريف تالت لأ مفيش غير هاف بس ليه عشان ول ما بيجيش بعدها غير المصدر بتيجي في またى مستاك وخصان في اسئلة Yبقى ولهاف وتصريف تالت ولهاف دان ولهاف ايه دان لو ريت يبقى ولهاف ريت لو بلا يبقى ولهاف بلايد اوكي مفيش ولهاس خالص يا جماعة طيب الباسف بتاعها احنا قلنا الباسف بي و بي بي طيب احنا خلينا في ال بي بي موجود اللي هو دن اه عايزين نحط فربي تو بي فربي تو بي هنا هتحط بعد هاف يبقى لازم يكون تصريف تالت يبقى بين يبقى ولهاف بين دن مهم جدا انا الدرس بتاعي على ده يبقى ولهاف ضن دي اكتف ولهاف بين ضن دي باسف طيب لو غيرنا الفعل خلناه بلد يبقى احنا قلنا فيوتشر بيرفكت يبقى ولهاف بيلت طيب لو باسف ولهاف بين بيلت ولهاف بين ايه بيلت الكلام ده واضح طيب بنستخدم الفيوتشر بيرفكت امتى بنستخدمه بشكل بسيط خالص امتى يا مستر لما بنحب نشير ان في حاجة هتكون خلصت قبل وقت معين في الماضي يعني مثلا اجا اقول باي نيكست ويك او باي نيكست فراي داي اي ويل هاف فانشت ماي هومورك بحلول يوم الجمعة حكون خلصت الهومورك بتاعي يبقى ممكن يكون يوم الثلاث ممكن يكون يوم الاربع ممكن يكون يوم الخميس ممكن يكون اي وقت قبل يوم الجمعة اكون خلصت يوم الجمعة ييجي اكون خلصت يعني حكون خلصت الواجب بتاعي بحلول يوم الجمعة بحلول يوم الايه؟ يوم الجمعة الكلام ده مهم ندي مثال تاني لو بعد الجمعة ماينفعش احنا بنقول بحلول الجمعة يعني بعد الجمعة ماينفعش عايزة تفرج على الماتش والماتش جاهز ساعة عشرة وعندي هومورك كتير فبابا يقول لي ايه؟ يقول لي شرط تخلص الهومورك بتاعك فانت توعده تقوله ايه؟ تقوله يعني انا حكون خلصت الهومورك بتاعي قبل ما يبدأ الماتش قبل ما يبدأ الي ايه؟ الماتش طب الماتش الساعة عشرة يبقى اي وقت هنا صح تمام كده تمام هنا لا ماينفعش بعد ما يبدأ الماتش يبقى انا كده خلفت الكلام بتاعي يبقى لما اقول يبقى هنا انا بقول ان انا حخلص الهومورك بتاعي قبل ما لقيه ما الماتش يبدأ تخيل ان حضرتك ده الفيوتشر بيرفك كده يكون خلصان تمام؟ طيب نقول الكلمتين اللي احنا قول لهم دول على خريطة بسرعة يبقى مستر احنا ما قلناش ميت حاجة احنا قلنا الفورم بتاعته ايه؟ قلنا هي والهاف وتصريف تالت يبقى والهاف ايه؟ ضن طب لو باسف يبقى والهاف بين ضن طيب اللي استخدامات بتاعته يستخدم في ايه؟ احنا قلنا ان حاجة تكون خلصت قبل وقت معين في الماضي قبل وقت معين في الايه؟ في الماضي برافو طب الكلمات الدلة عليه؟ عندي باي وبيفور عندي بيفور الاول وباي وباي زا تايم ويجي بعدها مضارع بسيط مثلا اوكي؟ تمام كده؟ يبقى بنقول بيفور وباي وباي زا تايم بس يجي بعدها مضارع بسيط اوكي؟ دي فيها اي مشكلة؟ لا ما فيهاش اي مشكلة كده الشرح المفترض انه خلص كده الدرس كله على بعضه خلص فاضل ايه عندنا؟ فاضل نشوف الجمل جات ازاي في كتاب المدرسة او في كتب المدرسة وموحة لونج مان طيب بيقول لي هنا هنفرق احنا مش هنستخدم والهاف وتصريف تالت او والهاف بين وتصريف تالت لما لقى عندي كلمة باي او بيفور او باي زا تايم ويجملة بعدها في المضارع اوكي؟ بيقول لي In the future every new book will probably be published as an ebook ما فيش اي حاجة تدل على future perfect فانا استخدمت future symbol عادي فاقول هنا In the future every new book will probably be published as an ebook ربما يكون كل كتاب حينشر بعد كده ككتاب الكتروني بيقول لي You can be sure that they will reduce the price when more people buy them لازم تتأكد ان هما هيقللوا السعر لما ناس كتيرة تطلبوا الجملة هي هي بس بس ايه اللي حصل هل تعتقد ان هما يعني هيجي وقت ويستبدلوا الكتب التقليدية بشكل كامل؟ اوكي لو عايز اعملها بس فين الفعل اللي عندي؟ يعني عندي will replace يبقى will be replaced طيب ايه اللي حيحصل؟ هيبقى traditional books قبلها بدل دي يبقى do you think traditional books will ever be replaced completely؟ اوكي طيب I think most bestsellers will be read as e-box بيقول انا اعتقد ان معظم الكتب الاكتر رواجنة والاكتر مبيعن will be read هتقرأ ككتب الكترونية I am sure some kinds of books won't be replaced بيقول انا متأكد ان في بعض الكتب مش هنقدر نستبدلها ب e-box think of all the paper that we will save بيقول هنا مستر فكر في كل الورق اللي ممكن احنا نوفره لو عايزين نعملها بس that will be saved that انا نشيل بس will be انا نخليها will be saved يبقى think of all the paper that will be saved فكر في كل الورق اللي ايه اللي ممكن يتوفر بيقول لي in the next 90 years hundreds of forests will be saved خلال التسعين سنة الجايين مئات الغابات حت ايه حتنقذ بيقول لي هنا buy two thousand one hundred قبل ما تكمل انت متوقع الجملة هتبقى عاملة ازاي برافو لازم يكون فيها future perfect سواء active او passive نبص كده يقول لي hundreds of forests will have been saved ليست تخدم future perfect عشان يا مستر buy two thousand one hundred تب ليست تخدم passive لان بيقول لي مئات الغابات يبقى هي اللي هتوفق يعني هتنقذ او كي مش هي اللي هتنقذ حد تمام يبقى استخدم بس بيقول لي buy the year two thousand one hundred هنا نركز مع بعض برضو buy the year يبقى future perfect فقال ايه millions of trees and hundreds of forests ملايينش اشجار ومئات الغابات ايه بقى will have been saved طبعا واضح هو ليه استخدم future perfect عشان كلمة buy ليه استخدم passive يا مستر عشان بيقول لي ملايين الاشجار ومئات الغابات اكيد برضو هي اللي هتنقذ طيب بيقول لي جمل اهي كلها بدأ buy two thousand fifty وحنقول نفس الجمل باستخدام in two thousand fifty بيقول لي buy two thousand fifty يبقى خلاص كل الجمل اللي الجاية هتبقى future perfect بيقول لي most of the old buildings will have been replaced by modern offices بيقول ان خلال الخمس او بحلول سنة الفين وخمسين معظم المباني القديمة سوف تستبدل بمكاتب جديدة اوكي cars will have been changed العربيات هتكون اتغيرت اكيد يعني حضرك لما تفكر في العربات من خمسين سنة وتشوف العربيات دلوقتي فرق كبير يبقى نقول تاني ليه استخدمينا future perfect لان الجمل كلها بدأ by two thousand fifty يبقى ليه استخدم passive لانه بيقول يا مستر cars هي العربيات اللي هتغير ولا هتتغير يبقى حتتغير cars will have been changed cars will have been adapted to use electricity بيقول ان العربيات هتكون يعني اقلمت خلاص تزبطت على انها تستخدم الايه الالكتريستي الكربا more trees will have been planted يعني اشجار كتيرة او اشجار اكتر هتكون اتزرعت more tourist hotels will have been built وفنادق سيحية تانية هتكون اكتر اسف هتكون اتبنت كل دول will have وتصريف تالت او will have been وتصريف تالت لانا future perfect عشان كلمة buy من فوق traditional boats will have been replaced by modern ones بيقول لي ان المراكب التقليدية القديمة دي هتكون استبدلت بمراكب ايه تانية طيب نفس الجمل بس هنقول in the next 40 years خلال الاربعين سنة جايين ايه اللي هيحصل نفس الجمل بيقول لي most of the old buildings will be replaced by modern offices مش هستخدم future perfect هستخدم future best يبقى معظم المباني حت تستبدل وخلاص بمكاتب عصرية cars will be changed والعربيات حتتغير cars will be adapted to use electricity والعربيات حيتم تكيفها عشان خاطر او تزبطها عشان خاطر تستخدم الطاقة الكهربية more trees will be planted حتتزرع عشجار كتيرة اوكي ده كلها تنبؤات more tourist hotels will be built يقول لي فنادق سياحية اكتر حتتبني traditional boats will be replaced by modern ones والمراكب حتستبدل بكذا المراكب القديمة حتستبدل لمراكب عصرية الفرق بين الجمل دي والجمل اللي فاتت ان دي يعني تنبؤ بس التانية كان فيه buy فبستخدم future perfect اوكي طعيب بيقول لي today plans to build a new road around the city center will be announced بيقول النهاردة فيه خطط عن بناء او عمل طريق حول المدينة حول وسط المدينة اوكي سوف تعلن مفيش حاجة تخلينا يستخدم will have been announced اوكي بيقول 19 بيقول ان الطريق الجديد ده مش هيخلص قبل تساع الفين و ايه الفين وتسعتاشر over five hundred buildings will be knocked down to make way for the new road بيقول هنا ان اكتر من خمسمية مبنى حيتهدوا عشان ايه عشان يدوا حيز للطريق الجديد او يدوا مصار او يمهدوا الطريق الجديد بيقول new homes will have will have to be found for over a hundred families خد بالك من حاجة will have هنا مجاش بعدها تصريف ثالث they will have to اليه obligation يعني it is it will be necessary for them to find house homes for a for one hundred families اوكي D الفيوتر بتاع have to the number of road accidents will be cut by twenty percent عدد الحوادث بتاع الطريق حتقل حتنخفض بنسبة 20% طيب it's thought that between thirty and forty lives a year will be saved وبيعتقد ان حوالي تلاتين او اربعين حياة سوف تنقذ في ايه كل عام يعني في حينقذوا حياة تلاتين او اربعين واحد كل السنة سبب الحوادث بيقول لي in the future more electricity will be generated from wind power يعني بيقول لي في المستقبل ان معظم الاوطاقة كهربية اكتر سوف تنتج سوف تولد من ايه محطات الهواء more of the music we listen will be downloaded from the internet بيقول ان معظم او سوري انا مش عارف ليه كلمة معظم لازق اكد ان بيقول ان موسيقى اكتر يعني موسيقى اكتر من اللي احنا بنسمعها حننزلها من على الانترنت fewer traditional newspapers will be published بيقول ان جرائد الجرائد التقليدية اللي هي الورق المسوق ده اللي احنا بنمسكه ده حيتنشر سوري عدد اقل من الجرائد التقليدية سوف ايه ينشر the price of phone calls will be reduced by 50% اسعار المكالمات هتقل 50% i predict that in the future mobile phones will be made smaller will be made smaller سوف ايه يعني سوف تصبح اصغر by this time next week i will have heard my test result كلمة by اهي فاستخدمنا future perfect by this time next week قبل الوقت ده الاسبوع اللي جاي او زي النهاردة قبل النهاردة الاسبوع اللي جاي i will have heard my test results حكون سماعة النتائج بتاعتي we will use this paper if we read a box حنستخدم وراء اقل او احنا بنستخدم كتب الكترونية i don't think newspapers will ever be replaced هنا i don't think بيقول انا ما اعتقدش ان النيوز بيبر عمرها ممكن ايه تستبدل the new underground railway line will have been built by 2020 بيقول الطريق خط المترو الجديد سوف يكتمل بناؤه قبل 2020 عشان كتب by 2020 by 2020 عشان كده استخدم future perfect i am sorry but your car won't be repaired this week الاسب بس عربيتك مش ايه مش هتصلح هذا الاسبوع احنا كده خلصنا الجمل اللي جاية في long man واللي جاية في setbox بتاعنا الجمل دي مهم يا جماعة انا ما بقرهاش من باب التضييع الوقت على العكس الجمل دي كلها جمل مهمة حضرك لازم تبقى فاهم جات ازاي عشان اعتقد ان دي امثلة كويسة بالناسبة للامتحان بيقول لي خلاص يا مستر by 2020 يبقى انت بتتكلم في future perfect الاقي عندي كان future perfect الاقي will have melted بس يبقى هي الاجابة يبقى scientist اتأكد بس scientist say that by 2020 glaciers glaciers او glaciers in montana will have melted will have melted هتكون دابت environmentalists hope that in the next 10 years more electricity by alternative energies هنا في حاجة تخلينا استخدم future perfect لا ده هو مش جايب لي future perfect هو جايب لي future بس واحد اللي هو future ايه future symbol اللي هو will be produced بيقول لي ان علماء البيئة بيتنبأوا او بيأملوا ان خلال العشر سنين الجايين طاقة كرابية اكتر تنتج بواسطة وسائل طاقة بديلة by the time your children are in university من غير ما اكمل يا مستر لازم اركز هنا by the time بتلفت نظري ان انا عندي لو بعدها مضارع الجملة التانية تبقى future perfect بيقول لي will physical box by e box يبقى انا هنا عايز future perfect can future perfect have replacing لا دي مش future perfect يبقى will have وing دي مش future perfect will have replaced a have replaced تنفع will replace دي مش انجليزي كده will replaced ما تنفع will have been replaced طب الفرق ما بين يبقى انا عندي اجابتين be will have replaced تنفع the future perfect will have been replaced تنفع the future perfect الفرق ما بين الاتنين ايه ايه الفرق بين have replaced و have been replaced active و passive طب انا محتاج اكتف ولا passive يا جماعة بنقول هنا هل الكتب الحقيقي الكتب اللي هي الممسوك دي المادية القدامنا دي مالها ستستبدل ولا تستبدل اكيد تستبدل يبقى will have been replaced by ebox by 2100 على طول برضو يا مستر يبقى بيالي ان انا هستخدم future perfect many of our jobs over by robots هنستخدم future perfect can future perfect عندنا will be taken future perfect no will have taken a future perfect will have been taken a future perfect have been taken لا مش future perfect طب الفرق بين will have taken will have been taken active و passive يا مستر طب بيقول لي بحلول سنة 2100 شغل كتير او وظائف كتيرة من وظائفنا ايه اللي هيحصل بالروبوتات بالانسان الالي سوف تأخذ او سوف تؤدى بوسط الانسان الالي يبقى انا محتاج بسف يبقى will have been taken انا محلتش ولا جملة من اللي فاته اهو بيقول لي what changes وجاب لي by two thousand سكستي تمام by two thousand سكستي يبقى بيتكلم على future perfect can future perfect في الاختيارات اها will be making ولا will make ولا will have been made ولا will have been making مفيش عندي future perfect يا جماعة perfect يا جماعة غير الاختيار رقم بي اللي هو will have been made وما تتغرش will have been making دي اوكي تمام بيقول لي what changes over the next 50 years over the next 50 years مفيش حاجة تدول على future perfect يبقى will be made يا اما will make طيب انا بيقول لي ايه التغييرات اللي حتحدث اللي حيعملوها يعني ولا اللي حتعمل اكيد اللي حتعمل اللي حتصنع يعني يبقى هنا will be made محتاج بسب مروى انتر دي اونيفرستي ان توتاوزن فورتين بيقول لي باي توتاوزن ناينتين خلاص باي توتاوزن ناينتين يبقى future perfect طيب كان future perfect في الاختيارات has completed the future perfect لا the present perfect والhave completed اه مفيش غير هامستر والhave completed هير ستاوزن يبقى بيقول لي دخلت الجامعة سنة 2014 يبقى بحلول سنة 2019 هتكون اكملت الدراسة بتاعتها مروى انتر دي اونيفرستي ان توتاوزن فورتين بيقول لي باي توتاوزن ناينتين هير ستاوزن الفرق يا مستر الاول تعال نشوف احنا محتاجين future perfect برضو معا ما اختلفناش في حاجة طبع عندنا كان future perfect شوف كده معايا برافو عندنا will have completed the future perfect الاختيار رقم ايه will have been completed برضو future perfect الفرق بينهم active وباسف يا مستر طيب الجملة الاولانية كانت بتقول شي هير ستاوز دلوقتي بيقول لي هير ستاوز الدراسة بتاعتها هي اللي حتكمل هي تكمل واللي حتكمل حتنتهى ينتهى منها يبقى passive يبقى will have been completed will have been completed many people hope that petrol so much in the future petrol هوب هنا مفيش حاجة تدل على future perfect لعالعكس لانا عندي هوب تدل على future simple عادي يبقى هنا مش هستخدم will not have been used اوكي انا بتكلم على will not be used will not be a used انا عندي اتنين بس مستقبل يا جماعة اللي will not have been used the future perfect وعندي will not be used the future simple مفيش حاجة زي buy وبي فور وبي the time عشان انا استخدم ايه future perfect فاستخدمت future simple واحنا عارفين انه هو من ضمن الكلمات اللي بيدل على ونستخدم وانحنا بنتكلم على بيقول لي الساعة دلوقتي تسعة buy two o'clock buy two o'clock بحلول الساعة اتنين يبقى اننا استخدم كام pinture perfect عندنا برافو عندنا will have hell will have been held تمام الفرق بين haul حفظنا با will have held دي active will have been held passive will have held معناها سوف يعقد سوف يكون سوف يعقد ايوة will have been held سوف يكون انعق piercing اوكي انا طبعا بتكلم على هنا بيقول لي تلات اجتماعات حتكون عقدت تمام يبقى هنا will have been a will have been held معلش الترجمة بالعربي واضح انها بعافية شوية برضو يا مستر باي توتاوذن توينتي يوبا فيوتشور بيرفكت كان فيوتشور بيرفكت يا مستر هو واحد واحد بيقول اتنين ايه هما الاتنين اول وحيد اللي موجود will have been kept طب will have been keeping ملناش علاقة بيها خالص انا محتاج will have وتصريف ثالث او will have been وتصريف ثالث عشان تبقى فيوتشور بيرفكت يبقى will have been kept اوكي كده تمام ممتاز طيب يبقى الاجابة will have been kept scientists are concerned whether enough food in the future for so many people هنا بيقول بيتكلم في الفيوتشور يبقى will be produced will have produced طيب مبدئيا ما فيش حاجة تخليني استخدم الفيوتشور بيرفكت وحتى لو في حاجة تخلييني استخدم الفيوتشور بيرفكت فانا محتاج باسف بيقولوا العلماء مهتمين جدا هل في كميات كافية من الطعام سوف تنتج مش سوف تنتج يبقى انا محتاج باسف يبقى will be reduced تمام طيب تعالوا نشوف الجمل دي جات في استنوية العامة ونوازج الوزارة يقول لي there is a big sale in this mall في يعني اوكيزيون رائع في المال ده prices much reduced هنستخدم will ولا is ولا will be ولا will have طيب الاسعار هي اللي حتى يعني حدا هيقللها اكيد صح يبقى محتاج باسف والكلام مواضح هنا في المستقبل يبقى will be much reduced will be much reduced سوف يعني تخفض بشكل كبير I think one day every new book one day I think يبقى انا بعمل future prediction او prediction in the future يبقى will publish ولا will be published اللي جابتني اللي موجودين عندي هنستخدم ايه جماعة I think one day the new book او every new book كل كتاب جديد اكيد will be published هيكون نشر حينشر بايه ككتاب الكتروني يبقى هنا will be published more schools by the end of next year برضو by the end خلتني انا افكر في will have وتصريف ثالث ببص لقيت عندي will have opened will have been opened طب more schools المدارس هي اللي هتفتح ولا تفتتح تفتتح يبقى انا محتاج باسف يبقى will have been ايه opened by 2050 we hope that oil buy clean energy هنا جاب لي by 2050 وجاب لي we hope مليش دعوا بكلمة we hope وما هنستخدم ايه بحلول سنة الفين وخمسين يبقى انا محتاج future perfect عندي كان future perfect هو واحد will have been replaced وخلاص ما بعطلش نفسي بحاجة يولي in my opinion that the population of Egypt buy twenty percent next year هو بيقول لي في رأي زيادة السكان في مصر حيزداده بنسبة عشرين في المياه السنة الجاية يبقى will increase a will increase تمام تنبؤ عنده دليل عليه لا by two thousand او هو ما قليش دليل عليه by two thousand one hundred millions of trees and hundreds of forests هنا باي يبقى بيتكلم في future perfect كان future perfect عندنا will have saved الاختيار رقم C will have been saved الاختيار رقم D نسأل نفس السؤال الفرق بين الاثنين will have saved the active يعني معناها يحفظ او يحمي سوف يحمي will have been saved دي باسف انا محتاج هنا مع كلمة forest hundreds of forest مئات الغابات اكيد محتاج باسف will have been saved scientist predict that mobile phones smaller in the future الموبايلات will make ولا will have made ولا will be made ولا will have been made in the future smaller in the future اول حاجة مفيش حاجة تخليني استخدم future perfect تمام صح ولا غلط ما عنديش buy ولا buy the time ولا كلمة before يبقى هنا انا هستخدم will make او will be made طب الموبايل فون هو اللي هي هو اللي هيصنع ولا يجعل نفسه صغير لا في حد تاني هو اللي هيجعله صغير يبقى انا هنا الموبايل فون will be made smaller in the future والجملة دي جاي من الكتاب طيب تعالوا نشوف find a mistake وننهي بي الحلقة بتاعتنا بيقول لي by the time that gets home the children will have been fit طبعا هنا هو جاي بالجملة بشكل سليم بس هو been خليها احنا هنخليها been ليه will have كده كده يجي بعدها تصريف ثالث have يجي بعدها تصريف ثالث مفيش حاجة اسمها have يجي بعدها اي انجي يبقى هنا من غير انا بشوات اساسيات بسيطة من غير مفكر حتى في future perfect مفيش حاجة اسمها will have been لكن هنا هقول will have been fit بيقول لي all the police car will have been wash by noon today طعب تمام by noon today قبل الظهر النهاردة يبقى future perfect تم انا عندي يا مستر will have been وايه بقى يا مستر مفترض بيه تصريف ثالث هل فيه تصريف ثالث لا بكاتب لي مصدر wash تبقى ايه تبقى washed by 2016 ممكن تدوني لحظة بس الاول نعدل الجملة ليه عدلنا الجملة لان بيقول لي by 2016 الجملة دي في لونجمان وقديمة احنا كده كده عدينا 2016 عدينا 2016 يبقى by 2020 the bridge will has been completed ازاي will has مفيش حاجة اسمها will have been completed تمام by tomorrow morning يبقى برضو future perfect the book will has been bought by 30 thousand people ازاي will ييجي بعدها has ما ينفعش كل الجملة دي في لونجمان يا جماعة will have been bought the game will delayed if it rains this morning طيب will ما بيجيش بعدها لا تصريف تاني ولا تالت طب تعال نشوف كده يمكن عايز يقول will have delayed طب بيقول لي the game يعني ايه the game يعني much delay يعني ياخر المتش او يأجل المتش يأجل لا اكيد حيت اجل يبقى بيتكلم يبقى الفكرة كلها ان هو محتاج باسف باسف يعني عايز will be وتصريف تالت يبقى بدل will delay هتبقى will be delayed يبقى بدل will حط will be بدل will حطينا ايه will be بيقول لي over the next 20 years four million gogo pops will have been sold طيب مفيش دائق خالص يا مستر ان انا استخدم ايه future perfect ليه لانه بيقول لي over the next 20 years خلال العشرين سنة اللي جايين اوكي يبقى will be sold بدل will have been sold هنستخدم be sold will be sold يبقى انا انا شلت هنا في الاختيار بتافتة صحيح بتاعها شلت هف بين وعطت بيه يبقى will be sold هيتباعوا four hundred of years four hundred of years and enormous quantity of paper have been used to produce box هنا معظم الناس هتيجي تفكر مفيش لا will ولا will have ولا اي حاجة طب نجيب will have الغلطة هنا يا جماعة تبع اليونت رقم اتنين subject verb agreement غلطة صغيرة جدا ان an enormous quantity of paper يبقى has مش have لان كلمة uncountable اوكي وما قاليش مثلا quantities قال لي quantity by next year the old museum will has been replaced برضو نفس الغلطة by next year يا مستر future perfect تم اجيب لي future perfect will has ايوا وال اي بقى لا مش will has will have يبقى بدل has هتبقى have يبقى will have been replaced sooner or later نمازج الوزارة a cure for cancer ربنا يعافي السامعين يا رب will have discovered اول حاجة بيقول لي لاحق اجلا عاجلا اما اجلا اما عاجلا في دول الكنسر سوف يكتشف هنا بيعمل prediction يبقى مش محتاج will have وتصريف ثالث واساسا انه محتاج بسف يبقى will be discovered يبقى بدل will have discovered هيبقى will be discovered سوف يكتشف بيقول لي when did when he did his homework he will visit his uncle tomorrow طبعا هنا وين بعدها ماضي بسيط الجملة التانية will ومصدر ما ينفعش الكلام ده قلناه من اول الوحدة الاولى وقلناه في الوحدة التالتة وبنقول النهاردة كمان او قلناه احنا ولاجه النهاردة طالعما الجملة التانية وين هو مصدره مستر يبقى المفترض بعد رابط الوقت مضارع بسيط او مضارع تاني يبقى when he does his homework او when he has done his homework اوكي طيب قربنا خلاص بيقول لي buy my 54th first day يعني بيقول بحلول عيد ميلادي الخامس والرابع والخمسين i will be in this sorry i will be in my current profession for over 40 years هيكون اكملت في المكان بتاعي 40 سنة طبعا جميل انا قلتها اكملت بس هي مش مكتوبة كده يبقى المفترض بدل will be المفترض استخدم future perfect عشان كلمة buy يبقى will و have وتصريف تالي يبقى بدل be يبقى have been will be تبقى will have been تمام بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا الدرس سهل وبسيط الناس تبدأ تطبع عليه وان شاء الله ده الامور اسهل بكتير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة